موسيقى أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج عالم الطاقة سنصلت الضوء اليوم على أحدث تطورات قطاع التعزين في السعودية التي أطلقت منذ أيام مشروع نظام الاستثمار التعديني المعدل والذي يفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي في المملكة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى عشرة أضعاف ما هي عليه حاليا ويصبح بالتالي قطاع التعدين الركيزة الثالثة للقطاع الصناعي السعودي أما في الجزء الثاني من حلقتنا فنفتح ملف أسواق النفط وتأثيرها بآخر التصريحات والقلق من نقص المعروض موسيقى ضمن رؤية المملكة عشرين ثلاثين تولي السعودية الكثير من الاهتمام بقطاع التعدين الذي تقدر قيمة مخزونه بنحو أربعة تريليونات وتسعمائة مليار ريال التفاصيل في التقرير التالي نحو الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في السعودية وحرصا على تعزيز دور قطاع التعدين ليكون أحد أهم أنشطة رؤية المملكة الفين وثلاثين قامت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بأعداد مشروع نظام الاستثمار التعديني الذي يفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية بهذا القطاع الحيوي في المملكة بما يساهم في دعم الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر الدخل إضافة إلى دعم الصناعات المحلية بعد توفير المواد الخام مشروع نظام الاستثمار في قطاع التعدين شمل عددا من النقاط الرئيسية مثل قيام الوزارة بتحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق الاستثمار فيها وتأسيس شركات تابعة لها تقوم بتنفيذ المهام في هذا المجال بالإضافة إلى تأسيس صندوق للتعدين الاستراتيجية الجديدة للقطاع تهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة إنتاج المعادن الخام والمعادن النفيسة لتصل إلى عشرة أضعاف وبذلك يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بعد النفط والغاز والصناعات البتروكيموية التوجه نحو الاهتمام بالثروة المعدنية في السعودية يأتي نعكاساً لحجم القطاع مع وصول قيمة المخزون من المعادن إلى 4.9 تريليون ريال موزعة على مواد أولية مثل الفوسفات والحديد والذهب والنحاس وغيرها فيما يعتبر القطاع واحداً من أسرع القطاعات نمواً بالمملكة حيث نمى بنحو 6.3% خلال الربع الأول من عام 2018 رؤية المملكة 2030 لم تغفل أهمية الثروة المعدنية فشملت مجموعة من المستهدفات الخاصة في قطاع التعدين مثل رفع قيمة مساهمته في الناتج من 64 مليار ريال إلى 97 مليار وزيادة أعداد وظائف القطاع إلى 90 ألف وظيفة بحلول عام 2020 وللمزيد حول هذا الموضوع نرحب ضيفنا من جدة الرئيس التنفيذي لشركة البوصلة الذهابية للخدمات والاستشارات التعدينية والجيولوجية المهندس مشاري العلي أهلاً بك معنا عبر سكاينيوز عربية أستاذ مشاري طبعاً تحدثنا وتحدث التقرير عن استراتيجية المملكة بإطار تطوير قطاع التعدين طبعاً أين نرى اليوم القطاع قبل أن نتحدث عن المرحلة القادمة وعن مجالات التطوير الواردة بالاستراتيجية الجديدة ما هو حجم القطاع حالياً وأهميته بالنسبة للاقتصاد السعودي في البداية أرحب بك يا نسي رمزة حجم القطاع نعم تفضل في البداية أختي رمزة السلام عليكم حجم القطاع حالياً يشكل 3% من إجمال الدخل المحلي للمملكة العربية السعودية نطمح خلال الأيام والسنوات القادمة والأيام القادمة أن يكون في عام 2020 إلى 5% من إجمال الدخل حجم الاستثمار في القطاع التعديني حالياً يعتبر مثل ما ذكر التقرير هو الأعلى خلال 2017 الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع التعدين تتضمن في مجملها 12 مبادرة هذه المبادرات ستعزز من قيمة القطاع التعديني أهم هذا القانون التعدين الجديد أو الاستثمار التعديني والذي صدر خلال الأيام الماضية أمس صدر كان هناك عدد من الفقرات التي تضمنها هذا القانون أو المواد ستة مواد تم إضافتها في التعديل في القانون الجديد أو المعدل القانون المعدل كما يطلق عليه أهم هذه البنود هو إنشاء شركات تعنى بتطوير القطاع من قبل وكالة الوزارة ومن قبل وزارة الطاقة أيضا إنشاء صندوق للتعدين وهذا يعتبر إنجاز بحد ذاته أيضا وضع مادة هي المنافسة حيث في حالة وجود أي مخزون من المعادن يتم طرح المنافسة بشكل مما يعزز الشفافية في القطاع وهذا ما كان مفتقد في السابق كما ذكرتم وثازة بشاري قبل أن نتابع للتعليق على موضوع إنشاء صندوق خاص بالقطاع كما تفضلت هذا مهم جدا برأيك ما هو الحجم المتوقع لهذا الصندوق وأهميته بالنسبة للمرحلة القادمة لتطوير قطاع التعدين حجم الصندوق سيكون هو الناتج من جميع الاستثمارات التعدينية وصندوق سيكون تحت صرف وزير البترول والثرب المعدنية أو الوزير الطافة والصناعة والثرب المعدنية بحيث ينفق كامل الصندوق في تطوير القطاع وينفق أيضا في تعزيز القيمة المضافة للقطاع مثل ما ذكرت أختي رمزة أن القطاع في مجمله يحتاج إلى العديد من التطوير يحتاج إلى العديد من تعزيز الشفافية يحتاج إلى مزيد من الموائمة والأتمة في القطاعات التابعة له أيضا القطاع يعتبر في مجمله قطاع واعد في السعودية وهذا سيعطي الكثير من الإنفاق من الصندوق إلى هذه القطاعات ذات العلاقة تم الحديث عن إنشاء شركات جديدة تحت مظلة الوزارة تعنى بتطوير الأنشطة ضمن القطاع الاستكشافات، الخفر، الإنتاج وغيره كيف سيجري برأيك إنشاء هذه الشركات العدد المطلوب من هذه الشركات للعمل على أرض الواقع والتعاون مع معادن الموجودة الآن مع شركة التعديل السعودية أو التنصيق فيما بين كل هذه الأطراف نعم التنصيق فيما بين هذه الأطراف ستولى وزارة الطاقة والصناع والثنو المادنية إنشاء الشركات تحت مظلتها وهي ما رح يكون في أي conflict of interest بالعكس سيكون هناك توائم ما بين الشركات شركة معادن تعتبر أحد الشركات الحكومية العملاقة في المملكة العربية السعودية وهي أحد الشركات ومدرجة في السوق السعودي ومثلها مثل أي شركة في التعديل ولكن مثل ما الكل يعرف هي شبه حكومية وزارة الطاقة والصناع والثنو المعدنية ستنشئ الشركات التابعة ستنشئ الشركات والتي تتمثل أهمية الشركات أو ما هي عمل الشركات في تطبيق الأنظمة والقوانين واللائحة التنفيذية حتى الآن اختي رمزة لم تصدر اللائحة التنفيذية مثل ما نعرف أن وزارة الطاقة والصناع والثنو المعدنية خلال الأيام السابقة وقبل أمس أصدرت الاستراتيجية الشاملة ووضعتها ما بين أيدي الخبراء وما بين أيدي المواطنين وهي في انتظار لمدة شهر كامل انتظار كامل الآراء وأي تعليقات وأي فيدباكس ممكن تحصل عليها لتطويرها من ثم قبل صدور اللائحة التنفيذية الأرقام المتعلقة بحجم المخزون هل يمكنك إطلاعنا أكثر على تفاصيل حولها عن موضوع المعادن الأساسية والمعادن النفيسة كالذهب أيضا حجم المخزون المتوقع استثماره من خلال هذه الاستراتيجية حجم المخزون اخترامزة مثل ما ذكر التقرير وهو كما هو معلوم هناك أكثر من خمس آلاف موقع تعديني في المملكة العربية السعودية تتوزع داخل نطاق الدرع العربي ونطاق الدرع العربي كما هو معلوم هو جزء من الدرع النوبي الدرع العربي النوبي خمس آلاف موقع ثلاث آلاف موقع فلزي وألف آلاف موقع غير فلزية حجم الاستثمار مثل ما ذكر التقرير أعود إليك أختي رمزة 4.9 مليار دولار هناك ربما تكون هذه هي المؤشرات الأولى في التقرير ولكن ربما مع برامج الاستكشاف اللاحقة والتي ستنفق من خلال الصندوق وستعزز من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة معدنية سيكون الدور وسيكون المخزون ربما أكبر جميعنا يعلم أن هناك شركات كثيرة حصلت على تراخيص استخراج المعادن من داخل المناجم ومن ثم خلال عملها خلال عمل الوبريشن وجدوا كميات أكبر مما كانوا يتوقعون من الاحتياطات التعدينية أما ما ذكره التقرير 4.9 فهو كما هو مقدر خلال الدراسات السابقة نعم إذن كما ذكرتم كما هو مقدر في 4.900.000.000 دولار مقدرة ضمن هذا القطاع عفوا ريال 4.900.000.000 ريال إذن هذا كان هذا الجزء المرتبط طبعا بموضوع التعدين شكرا جزيلا لك الرئيس التنفيذي لشركة البوصلة الذهبية للخدمات والاستشارات التعدينية والجيولوجية المهندس سمشاري العلي شكرا لك فاصل قصير نتابع بعده الجزء الثاني من عالم الطاقة مع أخبار أسواق النفط وتحركات أوبك والرد أيضا على اتهامات دونالد ترامب أهلا بكم من جديد إلى عالم الطاقة رفع بنك بوركليز من توقعاته لأسعار النفط في كل من العام الجاري والمقبل مرجعا ذلك إلى احتمالية تراجع المعروض النفطي لكل من إيران وليبيا حيث رفع البنك توقعاته لخام برند في النصف الثاني إلى 73 دولار بالمقارنة مع توقعات سابقة عند 70 دولار للبرميل فيما رفع توقعاته لسعر برند في عام 2019 من 65 دولار إلى 71 دولار للبرميل ارتفع خام برند بأكثر من 17% منذ بداية العام الجاري وهي ارتفاعات لم تكن متوقعة قبل بداية هذا العام إلا أن الظروف الأخيرة التي شهدتها أسواق النفط قد غيرت من واقع هذه الأسواق في كل مرة تشهد فيها أسعار النفط ارتفاعا يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلقي باللوم على منظمة أوبيك في التسبب بهذه الارتفاعات لكن ما هي أسباب ارتفاعات أسعار النفط؟ بالنظر إلى الوضع الراهن لأسواق الخام فإن ارتفاعات الأسعار جاءت نتيجة لمجموعة من العوامل يتمثل أولها في الطلب العالمي على النفط الذي تتوقع شركة ريستاد النرويجية لأبحاث الطاقة أن ينمو بالربع الثالث من هذا العام بأكثر من مليون ومئة ألف برميل يوميا مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري أما العامل الثاني فيتمثل في فقدان الأسواق لبعض الامتدات النفطية التي تشير التوقعات لارتفاعها خلال الفترة القادمة ولسيما في كل من إيران التي توقعت ريستاد أن يترجع إنتاجها بنحو سبعمائة ألف برميل يوميا بنهاية 2018 وفنزويلا التي من المرجح أن يهبط إنتاجها بنحو مائة وخمسين ألف برميل يوميا خلال الفترة ذاتها لذلك فإن الفقدان المفاجئ لبعض الامدادات النفطية من قبل أعضاء في أوبيك هو ما أدى إلى انخفاض إنتاج المنظمة بأكثر من مائتين وخمسين ألف برميل يوميا في المتوسط عن النسب المتفق عليها في حين تراجع إنتاج المستقلين أقل بمائة وستة وثلاثين ألف برميل يوميا من المستهدف من جهة أخرى فإن محدودية قدرة البنى التحتية وأنابيب النفط في أمريكا قد أدت إلى تقييد نمو إنتاج النفط الأمريكي وقدرته على التجاوب مع تراجع المعروض وفي ظل أسعار النفط الحالية من المستبعد أن ينمو الإنتاج الأمريكي بأكثر من مائة إلى مائة وخمسين ألف برميل يوميا بشكل شهري وبالتالي فإن أوبيك ليست مسؤولة بشكل كامل عما يجري في أسواق النفط وهو ما يتفق مع تصريحات رئيس منظمة أوبيك سهيل المزروعي الذي طالب بعدم تحميل المنظمة وحدها مسؤولية جميع المشاكل التي تحدث في قطاع النفط مؤكدا أن المنظمة مستعدة للاستماع إلى كبار الدول المستهلكة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند ونتحول الآن إلى ضيفنا من الكويت الكاتب المتخصص في شؤون أوبيك سيد وائل مهدي أهلا بك معنا عبر سكاينوس عربية بداية سيد وائل كيف تقرؤون قيام بنك بوركليز وأيضا العديد من البنوك أو الجهات المتخصصة برفع التوقعات لأسعار النفط لهذا العام والعام القادم وما هي النطاقات التي ترون أنها ستتحقق أولا أحب أن أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين بالنسبة لقراءتي أنا الشخصية لأرقام بنك بوركليز أنا أرى أنها متحفظة بالنسبة لأسعار النفط هذا العام يعني في وسط ما يحدث من انقطاعات في الإمدادات البترولية من دول أوبيك ومن دول خارج أوبيك إضافة إلى الحاضرة المتوقعة على النفط الإيراني بنهاية العام أنا أتصور في ظل كل هذه الأمور أتصور أن الأسعار من المفترض أن تتفع بشكل أعلى مما ذكره بوركليز طبعا هناك جهات كثيرة تتوقعت أسعار أعلى مثلا لو ترون بانكا في أمريكا يوم الجمعة أصدر تقريره وذكر أن غير مستبعد أن نرى أسعار النفط بالنهاية العام أو بالنهاية العام القادم عند 120 دولار إذا تم تنفيذ الخطة الأمريكية لإيقاف النفط الإيراني بالكامل طبعا الآن نتكلم على صدرات إيرانية 2.6 مليون برميل يوميا من البديهي عندما نرى كمية كبيرة جدا من النفط بهذا الحجم هناك محاولات لإيقافها بالكامل من الطبيعي للأسعار سوف تتضاعف بصورة أكبر مما هي عليه وإذا كان الرئيس ترامب يتصور أنه من السهولة بمكان أن يتم تعويض النفط الإيراني من خلال طلب من أوبيك وبعض الدول في أوبيك السعودية تحديدا أن تزيد الإنتاج فهذا لن يساعد على حل مشكلة ارتفاع الأسعار الأسعار يعني يحكمها طبعا عوامل كثيرة يحكمها العرض يحكمها الطلب يحكمها كذلك الطاقة الانتاجية الفائدة سنتحدث عن الأسعار ولكن قبل ذلك أستاذ وائل بالموضوع المتعلق بإيران إيران كانت هددت أيضا باتخاذ إجراءات معينة وذكر سابقا أنها قد تأول إلى منع صادرات النفط من المنطقة إذا منفذ الجانب الأمريكي العقوبات التي تحدث عنها بمعرض الانسحاب من الاتفاق النووي إلى أين برأيك ستأول هذه الأمور هل فعلا إيران قادرة على تحقيق أو على تنفيذ هذه التهديدات وكيف سيؤثر ذلك على الأسواق لا لا هذا كله كلام أجوف في 2011 و2012 كان هناك الحظرة الأول على إيران سمعنا نفس التصريحات هذه وأذكر تحديدا تصريح أو رد وزيرة البترول السعودي السابق علي النعيم على هذه التصريحات للصحفين قال إذا أنتم مقتنعين أن إيران ستوقف أو توقف صادرات النفط من منطقة الخليج العربي أو من مضيق فرمز فأنا ممكن أقول لكم أن أبيع لكم اليمباير ستايت في نيويورك هذا كان من مبالغة والآن نسبة نفس التصريحات ليست تصريحات تأخذ بمحملة جدية والنسبة لموضوع السوق كما تفضلت ذكر أن الولايات المتحدة سوف تتعهد بحماية المضيق اليوم هذه التصريحات اليوم الوزير الخارجي الأمريكي الوضع المضيق يعني آمن وبالنسبة لأساسيات السوق وكما ذكرت أن أوبيك التي ردت على الانتهامات الأخيرة من دونالد ترامب وقالت أنها لا تتحمل وحدها طبعا المسؤولية بسوق النفط هناك أساسيات للسوق وهناك موضوع توازن تسعى إلى تحقيقه منظمة أوبيك ماذا نقول عن العرض والطلب حاليا بالأسواق أستاذ وائل الآن الطلب من معروفنا الطلب في المجمل بـ 1.4 إلى 1.6 مليون برميل يوميا في هذه الحدود الآن الانقطاعات الحادثة كبيرة جدا ليبيا الوضع سيء جدا في ليبيا البلد الآن في ليبيا أصبحت هنا نصفين في شركة في الشرق وفي شركة نفطية في الغرب والموانئ متوقفة في الشرق وبالتالي الإنتاج في ليبيا خفض من حدود المليون برميل يوميا إلى 500 ألف الآن عندنا الوضع في الآن انقطاعات صغيرة ليست مؤثرة جدا لأنها كذلك انقطاعات في كندا من شركة سينكور بسبب توقف أحد معامل النفط الصناعي وهو سينثتك كروت عندنا انقطاعات اليوم انقطاع من بحر الشمال في النرويج عندنا انقطاع من القابون محتمل الآن بعد ضراب العمال في أحد الحقول هناك عندنا انقطاعات الانتاج في نزولا كل هذه الأمور دائما يتم القاء اللوم على أوبيك أوبيك ليست مسؤول على الجانب السياسي واضح سيد وائل لديق وقت على المقاطعة قد وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك الكاتب المتخصص بشؤون أوبيك سيد وائل مهدي وصلنا إلى ختم هذه الحلقة شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة